أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات الديوان ألاحظوا من خلال تعليقاتكم الموجودة في المواقع التابعة لقناة الحياة على السوشال ميديا مثل صفحة المرأة المسلمة أو صفحة برنامج الدليل أو صفحة المجلس السعودية أن الكثير من الأسئلة تتكرر من نفس الأشخاص أحيانا مع أنها أسئلة قد جوابنا عليها مرارا وتكرارا سواء إحنا أو الكثير غيرنا في أماكن كثيرة مع أنها أسئلة شائعة ومعروفة إجاباتها وتعتبر ألف باء الإيمان المسيحي لكن كل مرة نضطر نرجع من الصفر ونجاوب ونبرر لنفس الأسئلة وما أدري هو بغير قصد أو بقصد التشويش أو مجرد التعليق أو الاستفسار لكن أنا اليوم بقول أن التكرار يعلم الشطار وأحاول أعيد الإجابة على الأسئلة اللي تتكرر كثير لكن بكل محبة هنجاوب عليها مرة ثانية بس ياريت ننتقل بعدها لحوارات أعمق أو أسئلة تبين سعي حثيث وصادق للوصول للحقيقة ومش مجرد صنع الفوضى والتشويش والتأثير على الآخرين اللي ممكن يكونوا جدين في محاولاتهم للوصول للحقيقة وعلى الأقل نتقدم خطوة قدام لمعرفة حقيقة الله ومعرفة طريقنا للخلاص وأول الأسئلة أو التهجمات أو الأشياء التي تقال على المسيحين أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلحة وهذا طبعا بناء على الآية التي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذابا أليم وأنا طبعا هنا ما رح أتكلم في كلمة التكفير وحعتبرها كرمة التكفير على الطريق الإسلامي لكن بعتبرها الاختلاف وأنا بصراحة لما أقرأ الآية بيكون حالي حال أي واحد مسلم وأسأل وأطرح نفس السؤال هو من اللي قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أنا عن نفسي ما أعرف أنه في أحد قال إن الله ثالث ثلاثة لا سيم طبعا مش المسيحيين ولا اليهود ما في أحد يقول أصلا إن الله ثالث ثلاثة وإذا كان المقصود فيها المسيحيين أو المؤمنين برب المجد يسوع المسيح فأنا يسعدني أن أقول لك أن هذا غلط وغلط فادح وضد الإيمان المسيحي ولا يصدر إلا من ناس لا تعرف عن الإيمان المسيحي أي شيء ولا يعرفون حتى أبسط معلومات عن الإيمان المسيحي اللي من آياته الموجودة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد الرب إلهنا رب واحد لكن طبعا ما في أحد فتح الكتاب المقدس ما أحد قرأ الإنجيل ما أحد يعرف عن الإيمان المسيحي شيء لكن يأخذون آية من القرآن يطبقونها من القرآن على المسيحيين القرآن يقول كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة يصر المسيحيين هم اللي قالوها مع أن لا يوجد أي شيء أو أي دليل أو أي شيء يثبت أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة آلهة خاصة لو عرفنا أن قانون الإيمان المسيحي يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى إذن إله واحد خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى إله واحد وفي اللي قابلها تقول إسماعي إسرائيل رب إلهنا رب واحد طيب من اللي قال فيه ثلاثة آلهة؟ المسلمين المسلمين هم اللي قالوا أنه الله ثالث ثلاثة فيريك نسأل اللي كتب القرآن منين جابها المعلومة لأن المسيحيين وإحنا المسيحيين لا نعبد ثلاث آلهة لكن نعبد إله واحد حسب الآيات وحسب الأدلة المذكورة في الكتاب المقدس وحسب إيمان المسيحي أما السؤال الثاني أو الاستفسار أو التهجم الثاني ويكرر دائما أنتم تعبدون بشر المسيحيين يعبدون بشر تركوا الخالق وعبدوا المخلوق وأنا هنا أتسأل هل تعتقدون هل المستمع يعتقد أن المسيحيين بالسذاج أنهم يعبدون بشر لمجرد مثلا أنه مولود من غير أب أو لأنه يعني أو كذا بس يعني هواهم أنه يعبدون إنسان الحقيقة أن المشكلة مش مع اللي يشوفون المسيح إله لكن مع اللي يشوفون أن المسيح بشر عادي وهم نفسهم يقرون إن إله ومن كتبهم وأحاديث نبيهم عنه خلينا نشوف مثلا الحديث يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه يعني السيد المسيح الوحيد الوحيد الإنسان اللي لم ينخسه الشيطان ليس له خطية لم يقترف ذنب إنسان مقدس إلا كلمة إلا هنا استثنائية إلا شوف كل البشر إلا السيد المسيح وأمه ومش بس الحديث خليني نسمع القرآن نفسه إيش يقول عن السيد المسيح إنه بس المسيح يقول قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلقوا لكم من الطين أخلقوا حط خطين تحت أخلقوا لكم من الطين من الخالق؟ من اللي يقدر يخلق؟ مين؟ هل في بشر يقدر يخلق؟ بشر بدون إذن بدون خطية ويقدر يخلق هل في بشر بدون خطية وأيضا يقدر يخلق؟ نكمل الآية إيش تقول فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبرئوا الأكمأة والأبرصة وأحيي الموتى إذن أنتم مستوعب الآية إيش تقول وأبرئوا الأكمأة والأبرصة وأحيي الموتى إذن يخلق ويحيي بدون خطيئة بدون آب يشفي المريض يخلق ويحيي الموتى مين أنت لو جمعتها الصفات هذه في إنسان هل تتوقع إنه هذا إنسان طبيعي؟ وبس كده طيب عنده بدون خطيئة يخلق يشفي يقيم الأموات بس هذه؟ لا يقول وحسب القرآن وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إذن يعلم الغيب مين هذا الإنسان البسيط العادي اللي مولود بدون آب اللي بدون خطيئة اللي يخلق اللي يشفي يقيم الموتى ويعلم الغيب كل هذا إنسان عادي أوكي بس الجواب المعتاد بإذن الله الله أذن له كل هذا أنت تتجاهل عماد أنت تتجاهل إنه بإذن الله الكلمة ذي فرق بإذن الله طيب حلو بإذن الله ليش الله خليني أسألك وفكر معي ليش الله حيتنازل عن صفات إلوهية لا يتصف إلا بها واحدة سبحانه وتعالى لإنسان عادي كيف الله يخلي إنسان يخلق يقيم موتى يشفي يعلم الغيب لا ومش بالصلاة وبالدعاء يعني مو إنه يقعد يقول يا رب اشفي يا رب لا مش كذا كان يتكلم بصيغة الأمر كن فيكون قومي يا فلانة اشفي ابرأ ومرات حتى اللي يلمسه مجرد إنك تلمسه تاخذ شفاء ليش الله بيحط كل هذا في شخص إنسان عادي ليه الله بيخص السيد المسيح بكل هالمعجزات اللي لم يخص فيها ويأذن بها يعني ليه الله ليه ما قلنا بإذن الله لختم الأنبياء والمرسلين لسيد البشر أجمعين ليه ليه لما طلبوه بمعجزة عجز إنه يسويها ليه الله ما خلاه أنت آخر نبي بآخر كتابة بآخر شريعة لازم يكون ثقلك الله يحط كل ثقلة عليك كل ثقلة فيك أنت خلاص أنت آخر فرصة للبشر إنهم يخلصون ليه ما الله أعطاك كل وأذن أنك أنت تحيي الموتة وتشفي وأنك تخلق وأنك تكون بدون خطية إيش السبب لو فكرت ستعرف أن السيد المسيح مش إنسان عادي وإلا ما كان عمل كل الأشياء يذكر في قصة يذكرها كتاب البداية والنهاية تقول أن السيد المسيح كان مار فشاف مرأة تبكي فقال لها ما بكي أيتها المرأة فقالت لماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها وإني عاهدت ربي ألا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت فقال لها السيد المسيح أرأيتي إن نظرتي إليها أراجعت أنت أراجعة أنت قالت نعم فجاء عند القبر وجلس ونادى شوف ونادى يا فلان قومي فاخرجي فتحرك القبر ثم نادى ثانية فانصدع القبر ثم نادى الثالثة فخرجت ويتنفذ رأسها من التراب ثم أقبلت على أمها فقالت يا أماه ما حملكي على أن أذوق كرب الموت مرتين يا أماه صبري واحتسبي فلحاجة لي في الدنيا ثم قالت للسيد المسيح يا روح الله وكلمته ردني إلى الآخرة ففعل فاستوت عليها الأرض تكرها ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 99 إذن هل اللي عمل كل الأشياء هذه بكلمة منه بكلمة يخلق يقيقيم أموات يسوي كل هذا بكلمة منه يكون إنسان عادي هل تتوقع أنه يكون إنسان عادي هل تتوقع أن المسيحيين شوفوا إنسان عادي وعبدوه هل كان إنسان عادي بالنسبة لهم هل هو إنسان عادي بالنسبة لك شوف أنا بالنسبة لي هحله لك أنت ببساطة جب لي إنسان مثل السيد المسيح يعمل أعمال السيد المسيح وأنا رح أبصم لك على العاشرة وأقول لك إنه المسيحيين عبدوا إنسان عادي لو أنت تعرف إنسان عادي مثل السيد المسيح أنا حطيك أنا حطيك إياه وأقول لك بكلمة من ثاني ثالث شيء دايما سؤال أو ثالث استفسار نأخذ من أخوان المسلمين أنهم يقولون أنه اليهود والمسيحيين يعرفون النبي الإسلام أنه في أدلة وإثباتات على أنه موجود في كتبهم يقول أن الذين أو التكتب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا منهم لا يكتمون لا يكتمون الحق وهم يعلمون وإنت طبعا لما تقرأ الآية هذه تتخيل أنه أيام قبل اليهود والمسيحيين عندهم صورة كذا معلقة في المجلس بالألوان لنبي الإسلام لكنهم ينكرونه ينكرونه الحقيقة أن كل عابر أول ما بدأ يبحث في الكتاب المقدس سواء في التوراة أو في الإنجيل أول ما بدأ يبحث عنه هي الأدلة على وجود ذكر لنبي الإسلام لكن كلنا خبنا ما شفناه اللي شفناه بالحقيقة يخص الإنسان أو الشخص اللي حي يجي هو بعاية العهد القديم كلها طبعا آيات العهد القديم التوراة وما تابعها كلها تتكلم عن المسيح اللي بيأتي لكن الحقيقة الكلام عن أنبياء فهو التحذير من أنبياء كذبة اللي علمنا عطلنا قاعدة أساسية نتعرف عليهم وهي قاعدة من ثمارهم تعرفونهم فمن ثمارهم تعرف إيش إذا كانوا هم أنبياء صادقين أو أنبياء كذبة ثمارهم موت حياة غفران سلام محبة أو صراع وقتال واختلاف وكرح وغيرها نجي إلى سؤال برضه يتكرر وهو عن التحريف كتابكم محرف أنتوا كتابكم محرف دي يمكن معا أنه على فكرة الإيمان أنتؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله لأنه لا يؤمن لأنه يؤمن بالكتاب ولا يؤمن فيه يؤمن بشيء حتى ما قراه أو ما يدري عنه لكن مش ذي مش ذي الموضوع الموضوع أنت منين جبت موضوع التحريف يعني عندك النسخة الأصلية مثلا وين وقع التحريف متى وقع التحريف في أي نسخة وقع التحريف لما طلع لما ظهر الإسلام كان الكتاب المقدس تقريبا كامل موجود فوين حط صبعك وقل لنا هنا وقع التحريف هنا لا يطابق هنا وين التحريف ما أحد يعرف ولا أحد عنده أي فكرة وين وقع هالتحريف المزعوم اللي القرآن نفس تكلم عن إخفاء معلومات تكلم عن أشياء كثيرة لكن لما يتكلم عن تحريف الكتاب المقدس بالعكس كان يقول لليهود إن كفا يستحكمونك وعندهم التوراة يعني ما قال إنه محرف لكن الحقيقة وراء المعلومة دي إنه لما بدأت الترجمة وازدهرت في عهد العباسيين أول ما ترجمت اكتشفوا اختلافات كبيرة ما بين لما ترجموا الكتاب المقدس بينها وبين القرآن فيه في القرآن أخطاء تاريخية فقال لك أوكي الحل إنه نقول إن القرآن إنه التوراة محرف ونطلع منها مع إن تخيل يقول الآية القرآن تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني أنت تؤمن المفروض تؤمن إيمان أن كتب الله السماوي من التوراة والإنجيل صادقة وغير محرفة فكيف أنت تؤمن في نفس الوقت بشيء تؤمن بعدمه يعني هذا التناقض ومش هذا التناقض الوحيد التناقض التناقضات كثيرة أنت تطريك تحط نفسك فيها عشان تصدق أشياء تسمعها وما تجتهد بنفسك وتعرف حقيقتها وتتأكد منها خامس شيء نسمع أو خامس أسئلة تعودني نسمعها مقولة كذا غريبة شوية نستغرب منها تقول المسيح مسلم وإحنا المسلمين أولى بالمسيح من المسيحيين ذه صراحة شيء بالنسبة لي غريبة يعني أنا باعتبار أن أنا أتمنى على فكرة أنا بكون سعيد جدا لو أن لو الناس كلها عرفت فعلا سيد المسيح لأن وصايا سيد المسيح وصايا مو بس وصايا للخلاص ولكن هي وصايا ليكون لنا أفضل ويكون لنا حياة وصايا ترقى بالإنسان وضميره الإنساني إلى أفضل المراحل إلى أفضل العلاقات تخليك إنسان أفضل اليوم والناس نرى أنهم يتقدمون عن كثاء ويتبرؤون من الكثير من الشرائع الموجودة عندهم نرى الكثير يتبع ويرجع لتعالم السيد المسيح في السلام والحب والمحبة والغفران فياريت بالعكس ياريت تتعرفون عليه وما يصلح لأنه بيكون زعم غير حقيقي إنك تتكلم عن شخص وتقول إنك أول فيه وإنت لا تعرف وصايا ولا تعرف عن حياته ولا تعرف ليش جاء ولا تعرف ليش راح لكنك حافظ الكلمة هو اتبعنا وإحنا وإحنا اتبع بس إيش تعرف عن ولا شيء معلوماتك عن صفر من تلاميذة ما أدري إيش سوى الله أعلم إذن هذا مش منطق فأنا بالعكس أنا أدعوك أنك تتعرف عليه سادس الشيء نسمع هو إن المسيحيين يهاجمون أو يحاربون المسلمين وأنا هالشيء يعني مستغرب نحن ممكن نتهم شخص معين نحط في شخص معين نقول الشخص هذا غلطان في يعني ياريت نفرق ما بين خطأ مصنوع من بشر وخطأ مصنوع نتهم الله فيه فهل يعني في آيات صريحة بالقتال في 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 كتب أخرى لكن هل يا ترى هل سيد المسيح طلب من المسيحيين القتال هل فرض عليهم القتال هل القتال مفروض هل كتب على المسيحيين القتال فهم قاعدين ينتقمون من المسلمين وغيرهم أو اليهود خلينا نشوف إيش يقول سيد المسيح عشان نتعرف عليه عشان نعرف إيش رأية في موضوع إنه المسيحيين يحربون يقول السيد المسيح طوبة لصانعي السلام ليش لأنهم أبناء الله يدعون صانعي السلام أبناء الله يدعون فيترى الله إله السلام هذا هيطلب من أبناءه لهم صانعي السلام إنهم يحربون ولا يقول طوبة لصانعي السلام طوبة لمن يصنع السلام بينه وبين الآخرين طوبة لكل إنسان تسبب في السلام كل إنسان يعيش بالسلام ليش؟ لأن الآية تقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا وإيش؟ رئيس السلام رئيس السلام الله رئيس السلام وأبناء التابعين له المؤمنين به هم من يصنعون السلام كان عشان أقرب لكم الموضوع لما جاءوا أقول لكم حدث صار بين سيد المسيح لما جاء وبين بطرس أحد تلامس المسيح القريبين منه لما جاءوا يقبضون على سيد المسيح على الجبل حب بطرس ما استحمل أن يشوف الجن جايين يقبضون على معلمة وسيدة ومقالصة وإلهة فإيش قال فرفع سيفه وضرب الجندي أحد الجنود فقطع قطع إذنه جنب السيد المسيح قاعد يدافع عن السيد المسيح يمنعهم يقبضون على السيد المسيح فقال له السيد المسيح آية من أجمل الآيات التي أثرت فيني شخصيا وأثرت في الكثير من العابرين آية جميلة جدا قال له رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون إذن المسيح يقول رد سيفك مش ارفع سيفك وقاتل إله سلام طوبة لصانعي السلام ارجع سيفك هل تتوقع أنه اللي يقرأ هالآيات بيرفع سيفه ويحارب مستحيل مستحيل آخر شي هنتكلم فيه اليوم هو ويتكرر بكثير بكثير يعني مستحيل يمر يوم ما أسمع فيه هالكلام كيف تعبدون إله ضعيف يصلب وهنا صراحة أنا المشكلة اللي اللي تواجهني في الإجابة على هالسؤال إنه اللي يسأل إنسان ما يعرف عن الكتاب المقدس شي ما يعرف عن السيد المسيح شي ما يعرف ليش المسيح جاي أساسا هو عنده إنه السيد المسيح مات على الصليب طيب ليش إيش السبب هل هو مات بكيف غصبا عن أو هو أصلا جاي عشان يموت ويفدينا على الصليب الحقيقة إنه الكثير من الأسئلة ذي إجاباتها سهلة جدا هو إنك تفتح كتاب المقدس وتقرأ وتتعرف على السيد المسيح وراح يفك عنك الكثير من الأسئلة ويعطيك الكثير من الأجوبة أنا بصراحة حسيت إنه لازم أجاوب عن الأسئلة مرة ثانية أو ثالثة لأن احتمال فيه كثير فعلا يسألون لأول مرة وحبين يعرفون أنا أدعوك إنك تجتهد أكثر وتسعر بالمسؤولية أكبر وتحاول تفتح كتاب المقدس وتقرأ وتتعرف على السيد المسيح وأنا أوعدك إنك راح تعرف 90% إجابة 90% من الأسئلة اللي أنت تسمعها من غيرك وترددها إحتمال وأنت مش متيقن من واللي كنت تتوقع أنك ما تعرفها إحنا هنتكلم في الحلقات الجاية أكثر عن حياة سيد المسيح هنتكلم عن مجيء سيد المسيح بأسبابه هنتكلم عن حياة سيد المسيح هنتكلم عن صديب سيد المسيح وموته هنتكلم عن قيامته ونفسرها أكثر علشان تكون عندنا وعندكم فرصة تتعرفون على سيد المسيح أكثر وعلى الأقل إذا قلتوا لكم أتباع سيد المسيح تكونون فعلا من أتباع سيد المسيح أو تعرفون عن الكثير على الأقل ومش بالكلام شكرا لكم استمتعت جدا بحواري معاكم مبسوط أني أكون معاكم وإني بكون معاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية أهلا وسهلا فيكم وشوفكم في الديوان ديواننا ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم